مرحبا بكم في بودكاست نحو النجاح اليوم حبيت أشارك معكم فكرة مرة بسيطة لكنها قوية أنتو بتعرفوا أن كل يوم هو فرصة جديدة لنا مهما كانت التحديات التي واجهتموها تذكروا أن اليوم هو فرصة جديدة للبدء من جديد وكل خطوة صغيرة تقربكم من أهدافكم وكل إنجاز مهما كان صغيرا يستحق الاحتفال رح أعطيكم قصة تحفيزية مشهورة تذكروا قصة لاعب كرة السلة مايكل جوردان بعد أن تم طرده من فريق كرة السلة في المدرسة الثانوية لم يستسلم بل عمل بجد وتدرب بشكل مكثث حتى أصبح الآن أحد أعظم لاعب كرة السلة في التاريخ قصته تبرز لنا كيف يمكن تحويل الإحفاقات إلى نجاحات عظيمة لذلك لا تدعوا أي عقبة توقفكم أو تشتت انتباهكم عن أحلامكم واستغلوا كل فرصة لتحقيق الأفضل وكونوا دائما على يقين بأنكم قادرون على تحقيق النجاح شكرا لاندمامكم إلينا اليوم ونتمنى لكم يوم مليئا بالطاقة الإجابية والإلهام وتذكروا جيدا أن كل يوم يحمل فرصة جديدة لتحقيق الأهداف والتقدم مهما كانت التحديات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر